السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور ينفسنا من سعة أعمالنا من يهده الله وفلا مضل له ومن يضل الفلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولك أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والصداد الله سبحانه وتعالى لتعبق روانا شوية لبق روانا كان يعمل تنمعي قبل زيارة القبور تنقسم إلى قسمين زيارة شرعية وزيارة تنقسم إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية ثلاثة أقصر أشهد أن تكون في هذه الزيارة شروعيه أشهد أن تكون في هذه الزيارة تذكر الدار الآخرة تذكور الموت نعم ประการแรกเลย เราจะต้องเจطنا ในการ يهيئม قبور ว่าเราไป يهيئม قبور เพื่อจะเป็นการ นึกถึงโลก آخير นึกถึงความตาย الشرق الثاني ألا يشد إليها الرحل يعني ما يمكن يسافر من مدينة إلى مدينة زيارة القبور ประการที่ 2 การไป يهيئม củaเรา จะต้องไม่ใช่ การ يهيئม ในรักษณะ ที่ ตั้งใจ ที่จะเดินทางไป ที่กูโบค เป็นการเฉพาะ الثالث أن ينوي بهاذي الزيارة الدعاء له وللأمواد นะครับ และการไป يهيئม เงิ่ม งานขาย ที่ 3 ก็คือ เราจะต้อง มี แต่จะหัก ว่าเราไป แล้ว เราไป เพื่อ ที่จะขอ ดัว จาก คน ตาย การ ไป ของ เรานั้น وإنما دعاء الله سبحانه وتعالى لكن عند هذا المكان كان يدعو مثلا بالرزق بالوالد فهذه زيارة بدعية แต่ถ้าหากว่าเราไปเยี่ยมกุบฏ แล้วไปเพื่อจะขอดูอาจจาก الله นะสถานที่แห่งนั้น ขอให้ได้ลูกขอให้ได้รีบสกี การไปเยี่ยมกุบฏนั้นเป็นบิดา อัศล أننا لا نสนع أي شيء عند القبور من العิبادات أبد لا صلاة ولا قراءة qur'an ولا جلوس ولا كلام إلا الزيارة الشرعية بشروطลาทัดครับ ฉะนั้นเพื่อนถานในการไปเยี่ยมกุบฏ لأننا نحتاج المساجد ونبعد القبور حتى أتكون ذريع على الشرك لا يمكن أننا نزيد أو نمتهت لأن الناس إن قسم متجاه القبور إلى قرفين ووصف لأننا نحتاج المساجد 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 لا يمكن نكتب على القبول ولا نضع عليها الوروث أو بنا أو سيراميك أو قبب لا يمكن أن تعبط لا يمكن أن تعظم لا ننفبح لأصحاب القبول لا يمكن أن يدبح لأصحاب القبول لا يمكن أن تعظم لأصحاب القبول لا يمكن أن يدبح لأصحاب القبول من كبائر الذنوب المرأة لا يمكن أن تذهب لزيارة القبول نعم لا يمكن أن يدبح لأصحاب القبول لأصحاب القبول الشيطان أحيانا عندما تمشي حول القبول لا يمكن أن يدبح لأصحاب القبول في أماكن لا يمكن أن يدبح لأصحاب قبول لا يمكن أن يدبح لأصحاب القبول ترجمة نانسي قنقر